في مرآبه المغطى بألواح شمسية يتهيأ جايسون للذهاب إلى العمل البطارية مشحونة بالكامل سأنزع القابس الآن خبير المعلوماتية هذا هو واحد من بين 150 ألفا من سكان كاليفورنيا اعتمدوا السيارة الكهربائية أما الهدف من ذلك فهو قيادة سيارة مراعية للبيئة مزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية وبطاقة كفيلة بقطع مسافة 300 كم قبل الحاجة إلى شحن بطاريتها من جديد عندما تعتاد على عدم السير لأكثر من 300 كم في اليوم لن تكون في حاجة إلى محطة لإعادة شحن البطارية نظرا إلى أن طاقتها تكفيل العودة إلى المنزل حيث أعمل على شحنها من جديد وتكون بكامل طاقتها عند الثانية الصباحا لأن تلقى إلى عمل في اليوم التالي ولطالما كانت ولاية كاليفورنيا رائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة وهي تفرض نفسها اليوم نموذجا لانتشار السيارات الكهربائية وسيكون حاكمها جيري براون في عداد الوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر المناخ في باريس حيث سيتحدث عن التقدم المحرز في السنوات الأخيرة لننتج سوى 1% فقط من غازات المسببة المفعول الدفئة في العالم لدينا في الوقت عينه 15% من السيارات الكهربائية ولن نتوقف عند هذا الحد بل سنواصل جهودنا لتصبح أكثر انتشارا وبينما يقرب ثمن سيارة تيسلا من 100 ألف دولار تقدم شركة أخرى سيارات كهربائية أقل كلفة مثل نيسان ليف وشورولي فولت إنها بطاقة أقل تتيح قطع مسافة 50 كم تقريبا ما يجعلها تعتمد على شبكة لمحطات الشحن محطات الشحن مهمة على الطرق العامة على أن تكون مرئية للسائقين وعملية أي أن تتيح الدفع بواسطة بطاقة الاعتمان أو تطبيق على الهاتف الذكي هذا ما يطمئن الناس إلى إمكان بلوغ وجهتهم من دون الاضطرار إلى الاتصال بالعمل أو بالزوج الذي يقتني سيارة تعمل بالوقود وفي كاليفورنيا اليوم محطة شحن لكل عشر سيارات في الخدمة على أن يزيد عدد هذه المحطات لمواكبة نمو سوق السيارات الكهربائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر